اشتركوا في القناة ويا باب نجاة الأمة غريض يا مظلوم كربلا ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما يا قاصدا نحو بغداد على سفري يا قاصدا نحو بغداد على سفري زر قبر موسى إمام الجن والبشر يا قاصدا نحو بغداد على سفري زر قبر موسى إمام الجن والبشر باب إلى الله للحاجات قاطبة قلق النجاة من الأهوال والخطر واذكر عبادته في السجن منفردا طول النغار وجو في الليل والسحري واذكر عبادته في الليل منفردا طول النغار وجو في الليل والسحري مكبلا صابرا لله محتسبا يجري الدموع على الخدين كالدرري حتى إذا سمه السندي في رطب قضى غريئا فيا لله من قدر ليلة شهادة الإمام موسى بن جعفر يا أحبة يا سادة يا إخوة حرم الحسين ليلة الجمعة شنوها النعمة اللي احنا بيها كبيرا نعمة كبيرا مكبلا صابرا لله محتسبا يجري الدموع على الخدين كالدرري حتى إذا سمه السندي في رطب قضى غريبا فيا لله من قدر نعم رضوا بقضاء الله كله حتى جرى ما عليهم من أولي الضرر فبعضهم مات مسموما بغصته وبعضهم مات عطشانا لدى النهر والله لدى النهر أبدل حسين بلا غسل ولا كفك وحوله فتية كالأنجم الزغري غريب وظل ثلاثة أيام مطروح صورون الحسين غريب وظل ثلاثة أيام مطروح على جسر الرصافة وشبد مجروح صورة عن موسى بنجافة والله على جسر الرصافة وشبد مجروح مجروح الشبد من حرقة السام ومعلوم القلب من لوعة الأم قال يا دمع المحبضة ليجري من دم والدمع قال وجن جلسي المسفوح قضى عمر غريب وحيد مسجون قضى عمر غريب وحيد مسجون بزنزانة رجس بغداد هارو ومن أعيم الغريب الناس يلفون والواد امتهاب ومحّد يروح الواد امتهاب ومحّد يروح والواد امتهاب ومحّد يروح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون الليلة أقطع بحثي المتسلسل اللي بدينا بي قبل سبع ليالي ثم الليالي أقطع الليلة باعتبار ليلة شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فالكلام يكون في مثل هذه الليلة عن باب الحوائج عليه السلام اللي أريد أقول هذه الليلة عن باب الحوائج مهم وخصوصاً الشبابنا الله يعزهم ويحفظهم موسى بن جعفر عليه السلام باب الحوائج باب الحوائج يعني الناس تقدم بين يدي حاجاتها إلى الله تعالى وتتوسل بجاهه وبمنزلته وبقربه من الله تعالى إلى الله تعالى حتى الناس تقضى حوائجها وتتقرب إلى الله من خلاله زين يشوفون البعض اللي ما يؤمن بهذا الكلام دائماً يستشهد بآيات أخشى أن يتشكل هاي الآيات بالتركيز عليها دون غيرها شبهة عند بعض الموالين والمحبين لما يستمعون إلها من قبل الآخرين ولهذا أحب أجيب عليها حتى الأمر يكون واضح الشبابنا الكرام تشوفون دائماً كثير من الآخرين يطرحون آيات إِنَّ الَّذِينَ يَجْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَجْعُونَ مِنْ دُونِهِ القرآن يدمر ويعتبرهم من أهل الشرك ودائماً ما تطرح هذه الآيات من قبل الآخرين على أتباع أهل البيت باعتبار أتباع أهل البيت يقدمون الأئمة عليهم السلام بين يدي حاجاتهم إلى الله تعالى ويستشفعون بهم لقضاء حوائجهم باعتبارهم أهل قرب من الله تعالى وأهل جاه عند الله تعالى وأهل منزلة عند الله تعالى فببركة هؤلاء وبمنزلة هؤلاء وبمقام هؤلاء تقضى الحوائج هم يجيبون تلك الآيات يدعون من دونه كذا وكذا وكذا إلى آخره والقرآن يذن ذلك يقول هاي آيات يشملكم يوم ما تشملكم فأنتوا شلون يتوسطون لحوائجكم والقرآن الكريم هالشكل يقول في آيات كثيرة في آية ولا في آياتين ولا في ثلاثة ما أدري هذا شوفوه مهم أطرحه وأجاوضه مهم يعني هذا شاب للشباب يقرأ هاي الآيات يو يستمع إلى هذه الآيات فيقول صدق شلون فالأمر يحتاج إلى جواب شوفوا أحبابي كل واحد يدعو من دون الله كما تقول فيه الآيات كل مشكلة في ذلك إحنا هم ما عدنا ولكن أن يوسط المؤمن من أمر الله بتوسيقه فالكلام يكون في جانب آخر وإلى بحث آخر بتعبير آخر أقول الشبابنا حتى الفكرة سيصير كلش واضحة من دون تدليس على الناس القرآن الكريم ما يذم نفس نظام الواسطة من الرأس كما يعبر وإنما يذم الواسطة إذا كانت مجعولة من غير الله تعالى يعني مجعولة من قبل الناس أنفسهم هاي القرآن يذمها أما إذا كانت الواسطة مجعولة من قبل الحق تعالى فالاعتقاد بها ما يكون شرك يكون توحيد وتركها يكون اعتراض على أمر الله تعالى وعدم قبول بحكمه أو بأمره أو ما شئت فعبر الأحب وياي لو مو وياي هسا تقول لي نحن ليلة موسى بن جعفر جابك على هذا الكلام جابني باب الحوائج موسى بن جعفر باب الحوائج ولهذا هو دوم يكون وجيهنا إلى الله تعالى وواسطتنا وشفيعنا إلى الله تعالى بقضاء حوائجنا بغفران ذنوبنا بزدياد حسناتنا الشكل هذا الموأسل النظام دخلي أقول قضية أخرى للأحبة الكرام حتى الحقيقة صير واضحة ع الشباب أكو عدنا مشكلة إحنا والآخرين بعد كلم بأدب ومن دون ذكر أسماء وبشكل عام حتى أوصل فكرة أكو عدنا مشكلة إحنا والآخرين مو فقط في هذه المسألة بل في أكتر المسائل يو كل المسائل الأخرى المرتبطة بالدين هاي مشكلة منهجية عدنا وياهم أساسية اشتعبر عنها منهجية شنو المشكلة الكثير من غيرنا لا شو أسأل بدقة أقول الكثير من غيرنا لما أي موضوع من المواضيع العقدية يو غيري يريد يعالجه يختار لآية آية ثلاثة ويترك آيات الأخرى ولما يطلع هاي النتيجة هم تكون دقيقة من جهة ولا مكتملة من جهة أخرى أما نحن أتباعان البيت أي موضوع من المواضيع يريد انطرحان يريد نعتقد بي يريد انفهمان يريد انعرفة ما نكتفي ببعض آياته بل نحاول أن شنو أن نجمع كل آياته ونخرج بنتيجة ولي يريد الحقيقة هكذا يتعامل مع الأمور اللي يريد الحقيقة مفروغ وكي يتصرف وكي يتعامل مع الأمور حسن تقول لي هذا حسن نظري جيب لي عني مثال حتى أعرف الفرق بيني وبين غيري أجيب مثال خدمة الأحبة على سبيل المثال بس التفتولي انتبهوا لي على سبيل المثال نحن أتباع آل البيت نعتقد بأن نبينا وبأن أئمتنا عليهم السلام يعلمون ما يكون بإذن الله تعالى يوم نعتقد نعتقد أئمتنا عندهم علم ما مضى وعلم ما هو آت بإذن الله تعالى إحنا نعتقد بذلك فهو شي يسوي بعضهم يجيب لك آية الآية تقول الغيب ما يعلمه إلا من إلا الله يقرأ لك الآية ويقول لك شون تقول أئمتك يعرفون هاي الآية بكل وضوح تقول الغيب ما يعلم به إلا من إلا الله تعالى فأنت شون تعتقد أئمتك يعلمون أو النبي يعلم والقرآن هاي الآية يقول أقول لي يا باب هو هذا علم الغيب أنت جمعت كل آياته ويعتمدت على بعضها دون البعض الآخر لا المشكلة أنت من تجمع كل آياته راح تكتشف أن علم الغيب الذاتي غير المحدود هذا خاص بمن بالله تعالى ولكن علم الغيب الإذني الكسب الوهدي الإيتائي شتريت تطيع عنوان آخر اعطيه هذا بإذن الله تعالى يكون شنو لغيره من المقربين منه أنبياء إم بدليل أن عيسى في القرآن الكريم قال لجماعة أنا أقدر أخبركم بما تدخرون في بيوتكم مضمون الآية تأكلون وتدخرون شنو الضامي ببيوتكم أنا أقدر أقولكم شنو سؤال هو عيسى شايفة بعينه أو ما شايفة ما شايفة منين يدري الله أطلعهم تهل أمو إذن الله يطلع بعض عباده بالغائبات بإذنه ماكو مشكلة فيها أما ذيك الآية اللي تقول علم الغب منحصر بالله ذاتا صحيح إذنا وهبا إيتاءا كسبا يكون لغيره بإذنه ما عندنا مشكلة يوسف بالقرآن يقولهم أنا اليوم راح أخبركم غداكم شنو أكلكم شنو مع أنه هو شافة بعينه يوم شافة يجي السؤال شمدري هس تقول لي ذوله أنبياء حتى غير الأنبياء أم موسى لا نبي لا إمام في القرآن الكريم رب العالمين قالها ابنك موسى بعد أربعين سنة راح يصير نبي بعد أربعين سنة إخبار بالمستقبل يومه إخبار بالمستقبل يعني كان عدها علم بما سيكوني وما كان عدها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه هذا أول إخبار بالمستقبل ابنك راح يرجع لك من خليتي عتابوت راح يرجع لك هذا راح يرجع لك إخبار بالمستقبل يومه مو إخبار الأم موسى أم موسى نبي مو نبي ففاطمة الزهراء بصحاح المسلمين سيدة نساء أهل الجنة بالبخاري عد غيرنا أم موسى من أهل الجنة يعني فاطمة سيدتها كما النبي صلى الله عليه وآله فإذا كانت أم موسى عدها علم بما سيكون بإذن الله مثل فاطمة الزهراء شلون حاج منطقي ومو منطقي شش شوفون زين إنا رادوه إليك هذا واحد إثنيا وجاعلوه من المرسلين يجي السؤال موسى شوكت جاعلوه من المرسلين خبر ما كبر والزوج بتشعيب وراح المدين وبقى عشر سنين صحيح لو أنا مشتبه هو رجع بزوجته بتشعيب المصر بالطريق شاف نار كلمه رب العالمين قال له أنت صرت صحيح ولا يعني رب العالمين من قلها موسى راح يصير من الأنبياء من المرسلين بعد أربعين سنة كان عدها علم بما سيكون بإذن الله يوم ما كان عدها كان عدها فبعد إنت ليش تحرم علي ذلك إنت ليش تلزم لك آية وتترك عشرة ما أدري هسأ قدرت أوصل فكرة يوم ما قدرت أجيب لك مثال آخر مصداق آخر حتى من خلاله أرجع النظام الواسطة المجعولة من قبل الله تعالى لعباده مو المجعولة من قبل العباد أنفسهم لا رب العالمين يذنب اللي قالوا عن الأصنام تقربنا إلى الله زلفاء الصنم خلوا واسطة سؤال جعل الصنم واسطة من قبل الله ومن قبل الناس هاي ذنبها القرآن إن الذين يدعون من دونه هاي قالوا أصنامنا هي تدبر شؤون الكون وتدير عندهم كفر أو الشرك بالربوبية وإلا الخالقية والألوهية لإن سألتهم من خلق لا يقولون الله القرآن كان يعبر بصريح العبارة مشكلتهم بالربوبية والتجبير يضطوها الأصنام ولهذا يجوا طلبون من أصنامهم هذا من دون الله أما إحنا واسطتنا مو من دون الله بأمر الله بإذن الله أكفر فإن تجيب ذيك الآيات تخليها على ذول هذا تدليس يسمون هذا يسمونه تدليس هذا يسمونه ضحك على ذقون الناس سنكون يصير دقيق أجيب مصداق ثاني حتى أرجع النظام الواسطة بس أرجو من شبابنا أن يبقونوا إياه حتى فكرة وأوصلها بخدمتهم حتى من يسمون هاي الآيات لا يخافون وكأنه إحنا نسوين شي خطأ أبداً ما نسوين شي خطأ أبداً ما نسوين شي خطأ بالعكس إحنا استجبنا لأمر الله تعالى كما سأبين بخدمتكم إن شاء الله تعالى الآن تفتولي الشفاعة الشنو؟ عقيدة الشفاعة يجي يجيب لك آية من الآيات الآية تقول يوم القيامة ماكو شفاعة بل يوم القيامة ما تنفع الشفاعة أكو هكو شي آيات أكو شي آيات وأكو شفاعة ما تنفع الشفاعة يجيب هاي الشفاعة ويطلع لك فطيب حسيني ويطلع لك فاضل من فضلاء الشيعة ويطلع لك كتاب من كتب الشيعة يقول نحن يوم القيامة الزهراء تشفع أمير المؤمنين يشفع أهل البيت يشفعون عليهم السلام في زيارة الجامعة الكبيرة والشفاعة المقبولة إمامنا الهادي عبر عن شفاعة أهل البيت أنها الشفاعة شنو؟ المقبولة يقول لك يلا هسنا نقبل القرآن لو نقبل هاي سوالفكم يقول لنا لا القرآن لأن آيات الشفاعة من تجمعها كلها راح تلقى آيات تقول ماكو شفاعة بس للكافرين ماكو شفاعة لما ترجع للآيات تلقاها تحكي يا اليهود ماكو شفاعة تلقاها تحكي عن المنافقين أما من توصل لليستحقون الشفاعة تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني أكو شفاعة إذنية لا يشفعون إلا لمن ارتضاه يعني أكو شفاعة تعبر عنها مرضية مرضية وأكو شفاعة إذنية وأكو يعني عنوين أخرى للشفاعة كثيرة في القرآن الكريم فأنت ليش بس تبين ذيك الآيات وتتركها هاي الآيات تقول رب العالمين اللي ينطيهم إذن بالشفاعة راح يشفعون فأنت ليش تركزني بس على ذيك الآية اللي هي تمنع الشفاعة عن الكافر تجي تطبقها على المسلم ليش ليش اللي يريد الحقيقة يجمع آيات كل موضوع من المواضيع ويطرحها كلها ويطلعها بنتيجة أنا من أجمع آيات الشفاعة شراح يطلع الناتج عندي أكو ناس يوم القيامة ما يستحقون شنو ما أحد يشفع لهم وأكو ناس وأكو ناس يوم القيامة يستحقون ماذا وهناك من يشفع له اللي يريد الحقيقة هالشكل يكون يشتغل بغض النظر عن مؤتقد خصمه اللي هو عنده شوية حساسية منه تشل كفير يعني احنا نلقى بمصادر المسكنين يقول السنة هو التختم في اليمين ولكن بما أن الرافضة اتخذت ذلك شعارا احنا نبدل شنو لليسار هذا الحتي صير النبي ختم باليمين بس بما أنه الكذائية قام صار شعارهم يتختم باليمين فاحنا بعد كون نبدل شنو لليسار يعني حتى لو نخال في النبي صار هذا شنو منحتي هذا هذا شنو منحتي هذا ما تقول لي هذا شنو منحتي هذا هذا شنو منحتي هذا هذا ما الواحد عنده عقدة من آخر وهاي العقدة خالتها يعني إلى آخر إياك نعبد وإياك نستعين العين على الراس نحن منتهين من قرآن كل حق بس أكو آية أخرى رب العزة يقول استعينوا بالصدري للصبر هو الله تعالى ولا الصلاة هي الله تعالى الصلاة واسطة طريق يوصل الإنسان إلى الله تعالى الله يقول استعينوا به فإنت من تتكلمني بالاستعانة اجمع ذن للآيتين وغيرهم وأطلع لي بنتيجة لا تركز لي على جانب وتترك شنو آخر هذا مو صحيح طوجت الأحبة ما ضوجته نظام الواسطة هالشكل كل من يعتقد بنظام الواسطة بينه وبين الله مشرك لا أبدا أعوذ بالله شون حتش الأنبياء كلهم وسائق بينه وبين الخالق تبارك وتعالى شون حتش الصلاة واسطة الكحبة واسطة القرآن واسطة لهدايتنا يعني نظام الواسطة شرك كبر يعني ما بقى شيء بالدين ما بقى شيء بالدين مو صحيح هذا الكلام زين أنا أسألكم بالله وبأول الخليقة رب العالمين قال للملائكة سجدوا لآدم يعاني مشتبه ها لآدم لآدم زين منو اللي قال ماكوا واسطة إبليس قال ماكوا واسطة قبل لله إلك أسجد آدم لآخ لاتخلي واسطة بينه وبينك زين رب العالمين قبل يا توحيد ورفض يا آخر قبل توحيد الواسطة المجعول من قبله ها هي فاد ها هي فاد مسألة كلش مهمة أساسية هاي أساسية قبل توحيد الواسطة المجعول من قبله ورفض ذاك اللي يقول مثل ما قال إبليس وقال له عبدني من حيث أريد لا من حيث تريد الشيء لأقول لك سوي لا تناقشني ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم واصطت غفران ذنوبكم ادخلون من هالباب بطريقة معينة وبكلمات معينة متى ما نفذتم غفر لكم القرآن الكريم يقول فبدل الذين ظلموا وشكل قولا غير الذي قالوا حنطا محطا بعض كتب التفسير بطريقة معينة متى نغفر لكم ورب العائل ادخل من هالباب ساجد ساجد قول هاي الكلمة ما قول هاي الكلمة نقطرها السطر فعبدني من حيث أريد لا من حيث تريد زي ماكوا واسطة ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك وانا وديها ليش مجاؤوني ظلموا انفسهم بالذنوب يعني ارتكبوا ذنوب ظلموا انفسهم يعني سووا ارتكبوا ذنوب زي ليش ما قال جاؤوني بعد خب ارتكبوا ذنوب يتوبولي مباشرة جاؤوني جاؤوك ليش جاؤوك ليش ليش جاؤوك هسة ادري صار بعدين اللعب على هاي الحكاية قالوا جاؤوك في حياتك توحيد جاؤوك بعد مماتك شرك هو قبول نظام الواسطة المجعول من قبل الله يو توحيد يو شنو يو ش يوم يصير توحيد الواسطة ويوم الواسطة يصير شنو شرك شون يصير ايه بعد لو توحيد لو شرك ولو انهم الظلموا جاؤوك قالوا بس بحياتك سؤال لو لبعض الزوار اللي يصيحون يمقبر النبي صلى الله عليه وقال يصيح يمقبر النبي يقولون لهم لا ترفعوا اصواتكم لا ترفعوا اصواتكم فوزت النبي سؤال خو هاي الآية هم بس بحياته النبي بعد وفاته بكيفهم مثل ولو انهم انظلموا انفسهم شنو جاؤوك قلت بس حياته النبي خو هاي لا ترفعوا اصواتكم هم شنو بس حياته النبي ده ليش سرحوا ديها عليهم لو ثنينات حياته النبي لو ثنينات حتى شنو بعد وفاته يقول لا ديتها بس حياته هاي حتى بعد شنو وفاته انا ما اعرف حقيقة المعايير بتفسير القرآن بهاي الطريقة والاستفادة منه شنو انا ما اعرف ما اعرف شنو المعايير اللي استفاد منها هالشكل هذا بصراحة انا ما اعرف انا ما اعرف يا با ليش بعد وفاته ما يصير اجي واوسطه يقول ما يسمع يقول ما يشوف يقول ما يحس يقول ما يشعر يقول عصايا خير منه يقول اصبح دود او رميم يقول اكله الدود وراح امته فانت جاي للتراب يا با النبي بحروبة يقول للمشركين ولمسلمين للمشركين هل رأيتم ما وعدني ربي حقا بصراحة المسلمين يعني اشتحشي والله تتعب انا سنلحشي والله اتعب واحد حتى يتعب نلحش يتعب يا با بصراحة المسلمين والله بالصراح يقول لهم هل رأيتم ما وعدني ربي حقا واحد قام لجل يا محمد تكلم موته دولة مقتولين قل للنبي صلى الله بصراحهم قل ما انتم باسمع منهم هم يسمعون شنو اكثر منكم يسمعون زين اذا المشركين يسمعون سيد الخلق ما يسمع منه يقول لها سلام عليك يا رسول الله ما اقول مثلا اجيب لكم مثال اخر شعيب هاي رواية بس بصحاح صحاح يقول عوف الرواية شما ذري نجوزتش يقول ما ذري تعال للقرآن عافون تعال للقرآن شعيب قوم وينزل عليهم العذاب يقولهم ابلغتكم رسالة ربي آيات لغير رسالات ربي نبي من الانبياء رسالة نبي اخر رسالات انا متأكد لا تحبون الناصحين الى آخره من بعد ما هالكو من بعد ما نزل شنو العذاب سؤال هذا نبي الله هود يو نبي الله شعيب يو غير من الانبياء عليهم السلام جميعا وعلى نبينا وآله السلام هاي من كان يكلم ذول الهالكين يكلمهم يسمعون لو ما يسمعون اذا ما يسمعون فكلام النبي صار شنو عبث ولغو والنبي منزه عن العبث إذا يسمعون خوة إذا الكافر يسمع المشرك يسمع ولي الله شلون زيان ليش بس النبي والعياذ وبالله ما يشعر ما يسمع ما يشوف ليش ليش حارم النبي من أبسط الأمور ليش شلون المسلم يفكر بهذه الطريقة ولي الله يا ليت شنو قوم يعلمون بما غفر لي وجعلني المكرمين يعني انقتل ولي الله انقتل وراح العالم البرزخ راح جنة البرزخ يا ليت قوي يحتي يحتي يسولف بالبرزخ يسولف يا ليت قوي يشعر يحس لو ما شعر بالنعمة بالبرزخ يقول ليت قومي يعلمون بما غفر لي وما يقول وما يقول بس شعر حس بالنعمة الهو بيها فتكلم قال يا ليت قومي ستقول بالآن بيه حتى يمشون بطريقي ويشوفون الخير الآن بيه فهو يشعر في البرزخ وهو يسمع وهو يتكلم وهو يلتذ بالنعمة الهو فيها زيان هذا ولي من أولياء الله انقتله تشيقول القرآن ينقل عنه يحكي عن لسانه في عالم برزخه سيد الخلق محمد شلون رب الله رب طريق محمد تفاجئ والله تتفاجئ من واحد يقول ما يشعر ما يسمع ما يشوف ما كذا الشهيد العادي في القرآن حي الشهيد العادي في القرآن يرزقون الشهيد العادي في القرآن فرحين الشهيد العادي في القرآن ولكن لا تشعرون انتم حياته لا تقولوا لا تحسبن في آيتين لا تحسبن الذين ولا تقولوا لمن في آيتين هم لا تحسبن بأذهانكم هم لا تقولوا بألسنتكم أنه الشهيد ميت بل هو شنو حي شهيد حي سيد الخلق شلون أبو الزهراء شلون باب مدينة علم شلون دوريتة الطاهرة عذن الكتاب شلون ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك واسطى يعني شفاعة يعني توسل يعني جاؤوك فاستغفروا الله أي عندك يستغفرون الله يمك يستغفر الله يمك بأثر خاص إلى أثر خاص لم تكتفي الآية بكل ذلك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم الرسول هم يستغفر لهم إذن هي الواسطة شنو هي شنو الواسطة شنو الواسطة وهي هاي الواسطة أجل النبي أدعو الله يم النبي بجاهة النبي هم يدعو لي صلى الله عليه وآله اللهم يتوب علي ببركة حبيبة وهي هاي واسطة مجعولة من قبل الله تعالى نحن نعتقد بها لأن الله أمرنا باللجوء واللواذ بها لا إمامنا الهاذي بزيارة الجامعة الكبيرة لا إذن عائذ بقبوركم واستشفع إلى الله بكم لا إذ عائذ إمام الهادي يقول حتى بقبوركم لا إذ عائذ الله أمرنا بذلك ما أدري آية ابتغوا إليه الوسيلة موجودة في القرآن وما موجودة ما هو هذا أقول الفرق بأنواسطة مجعولة من قبل الحق واسطة مخترعة من قبل الخلق هذا هو الفرق يجيبون آيات الواسطة المجعولة من قبل الخلق يجلدون بيها اللي يعتقدون بنظام الواسطة المجعولة من قبل الحق هاي شبابنا كون يلتفتون إلى ذلك يبتغون إلى ربهم الوسيلة في آية ويبتغون مضارع وابتغوا إليه أمر في آية أخرى ولو أنهم إذ أولاد يعقوب رجعوا إلى أبيهم قالوا لأنت استغفرنا انت استغفرنا انت استغفرنا انت يعني واسطة انت يعني واسطة بس هاي الواسطة رب العالمين هو الذي جعلها لعباده اللي يعتقد بي أتباع أهل البيت هو هذا مو أكثر من ذلك هو أنا مدينة العلم هذا الحديث ثابت عند جميع المسلمين عليون بابها تعال من الباب الباب على ابن أبي طالب نقترى السطر تعال من الباب ولهذا قال البيت أبواب الإيمان في زيارة الجامعة أبواب الله موسى بن جعفر باب الحوائج باب من أبواب الله أنا شفت عالم من علماء الحنابلة سنباب الشيء بالشيء يذكر شفت عالم من علماء الحنابلة يتكلم عن بعض أعيان بغداد وشخصيات بغداد ويصل إلى سيدنا ومولانا وإمامنا السابع باب الحوائج موسى بن جعفر يقول هو موسى بن جعفر ابن 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 كذا يقول وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج هذا العالم الحنبل بباب الحوائج ثم يقول وقد جربته مرارا فقضيت حاجتي ثم يعلق هذا العالم الحنبل قال أنا مرة صعدت الكتابة وياه على المنبر قال عندي مجلس صعدت الكتابة وياه على المنبر قد خاف بعض الناس ليقولون هاي شوية مبالغات هاي بسوة الله شو مدري صعدت الكتابة وياه على المنبر قرأت منه كل كلام يكون كل شيء موثقه يقول وقد جربته مرارا فقضيت حاجتي ثم يعلق يقول وموسى بن جعفر هو الترياق المجرب لقضاء الحوائج بصدق هذا تعبيرا بكل أمانة أتكلم بأمانة تدرون عنوان الأمانة بثقافتنا الدينية فهذا عنوان ذقيل مخيف يعني واحد يجيب اسمه يخاف يقول وهو الترياق المجرب لقضاء الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام هذا اللي يعتقد به الشيعة فالحدود هذا هو ذولة أولياء الله ذولة مقربون من الله رب العالمين هم أفاض عليهم وأعطاهم وكل ما عندهم من الله تعالى وكل ما عندهم بعبوديتهم لله تعالى وكل ما عندهم برجوعهم إلى الله تعالى في كل شيء وتفانيهم بالله تعالى وبخدمتهم لديله القويم كل ما عندهم من الله جل وعلا يا أحبة يا إخوة يا عزة يا نور عيني وحيشات موسى بن جعفر يا زوار سيد الشهداء اللي الملائكة قالوا لكم منطلعتم من بيوتكم استأنفوا العمل بالرواية الشريفة الملائكة هتشي قلون الزائر الحسين استأنف العمل بديت من جديد عدنا في الرواية الشريفة ليطلع بنية زيارة الحسين يخلي ذنوبه جسر على باب داره بس يعبر باب داره يعبرها هتشي بالروايات الشريفة بس طبعا الذنوب المرتبطة بالمخلوقين هاي يكون المشاكل المرتبطة بالمخلوقين هاي بعد واحد يكون يصفيها يصفيها والذنوب اللي بيانه وبيان ربك ويستغفر عنها ويتوب توبة حقيقية كنتوا الآن كل واحد منكم قالوا لا استأنف العمل ولهذا رجوعكم بعد زيارة الحسين لا يكون مثل ما قبله هذا الكلام أقول بكل جد وبكل صدق وبقناعة راسخ اتقوا الله خافوا الله حلالكم حرامكم ذن ما به المسامحة يا شيعة آل محمد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنضوا الطاهوت من آدم للخاتم الخاتم أو الخاتم الثنين صح منهبة الله ابن آدم الإمام زمان يقولون للخلق أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت إبليس عفو رب العالمين تقبلوا عليه الواجب سووه الحرام تركوه هذا الأصل المبي مسامحة هذا الأصل إتيانوا الواجب وترك شنو المحرم متكلم يش مني هذا الكلام قبلكم المستمع حمي يشبلها ماكو فرق بينه بينكم واحد هذا الكلام إيش مننا جميعا إتيانوا الواجب وترك المحرم حافظوا عليه حتى تتقربون الموسى بالجاعة والعالم نبي طالب وللحسن وللحسين وللأمة الطاهرية آية مسألة ما بيها نقاش ولا بيها مسامحة لأحد خافوا الله راحموا حابوا أخوان تعاونوا سهلوا الأمور طيبوا قلوبكم لحد يظلم تركو الظلم حق الغير لحد يمديد عليه اتقوا الله دنيانا تركو ما تسوي يوم يومين كنا نغمض عيوننا والروح ما تسوي هذا التكالب على الدنيا بالحرام سواحد يطلب الدنيا بالحلال بالعافية علي يا شريب من تكالب على الدنيا بالحرام ما يسوي نعوفه شما نجمع نعوفه جمع مالا وعدده نعوفه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتب المقابر وحفتوا لغيركم ورحتوا ما يسوي الحلال يسوي ساعد المؤمنين يسوي بس كنز الذهب والفضة مثل ما القرآني ذمه ما يسوي تشوفون أيامنا ما اللحق عليها ما اللحق عليها ما قاعد نلحق ما قاعد نعرف نهارنا من ليلنا فهذا كله من أعمارنا اتقوا الله أي شاب كل واحد من أحبتنا الآن ويا أخوك عندك مشكلة ويا أخوك المؤمن ما أدري صفوا أوراقنا أوراقنا كنت الصفة قبل لا نرحل تقولوا الآن جايين زيارة الحسين المنادي ناداكم مستأنف العمل نبدو من جديد لا تفوتون هاي الفرصة بعد همشي أقوله هذا حضور كبير فرصة هاي أمانة كنا وصلها ثقافة شبابنا علم شبابنا معرفة شبابنا دراسة شبابنا نريد جيل واعي مثقف متعلم يبتكر يخترع نرفع راسنا بي مؤدب مهذب مرتب موجيل جاهل يو تافه والعياذ بالله يو سفاسف يدور سفاسف له يضيع وقته على أمور ما تسوي أنتو جيلنا الصاعد أنتو الشباب الأمل بعد رب العالمين بيكون فإذا فقدنا الأمل بهذا الجيل يحينا ما يضع لعدنا شيء هذا جيل كو يصير مرتب وقتك ضيعة أو مو ضيعة وقتك ربحة على دراستك اتعب على نفسك اوصل امشي بالعلم لا تضيع وقتك على أمور ما تسوتا فتأذي صحتك وتأذي وقتك وتأذي مساجك وتأذي روحك وتأذي نفسيتك لا تضيعون وقتكم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوها وتواصوها الله يقسم يقول أنتو في خسر إلا تآمنون تعملون صالحات تتواصون يا ماتكم بالحق وتصبرون على ذلك أنا يقعد يسوي لأن أنا وياك وتواصي يأذي بالمعروض أنا على المنكر هو هذا ديروا بالكم على أنفسكم الشير يضر صحتكم لا تدنونه يضيع وقتكم وتركوه واخذوا احتاية من أخيكم من حق المؤمن على المؤمن أن يحب له ما يحبه لنفسه خلوا حصة أساسية بعمركم للعلم مجال الأكاديمي مجال الديني كل مجال العلم علم وددت أن أضرب أصحابي بالسياد حتى يتفقه في الدين يقول جعفر العلم جعفر ابن محمد الصادر جعفر الصادر يريد علماء أو خنقول متعلمون أنا وياكم متعلمون علماء عدنا ولله الحمد الله يحفظ الموجودين منهم ويرحم الماضين يريد متعلمين أنا وياكم متعلم على سبيل نجاة ماك واحد من عدنا يرضى لنفسه أن يكون همجا كما قال علي عليه السلام ناس لا تقسام عالم متعلم همج نحن ما نرضى نصير همج متعلم على سبيل نجاة أنا وياكم لا تضيعون وقتكم أسهل ما عرفت جابني على هالكلمات بس إن شاء الله الخير فيما وقع إن شاء الله الخير فيما وقع أحفظ شبابنا وأثير همتهم لا يضيعون وقتهم حافظون على صحتهم أخلاقهم تربيتهم دينهم قيمهم يرضى لكم على قيمنا الحلوة قيمنا الراقية قيم العفة الشرف العباية الأدب الخجل رب العالمين ذكر بتشعيد بشنو تمشي على شنو تمشي على استحياء هالقيم العظيمة هاي الراقية كن نحافظ عليها يراد إن أن نمسخ بس إحنا نأبى أن نكون كذلك إحنا إمامنا الحسين إمامنا الحسين أبو السجاد شايل وليده نايم مو شايل نايم ويو وليده بالقاح عن الأكبر أشبه الخلق طلعت زينب من الخيمة عافوا وليده وراح الأخته قالها أما تعلمين أن خدركي أعز علي من ولدي علي الله أكبر إحنا تربينا على هالقيم هالقيم منعوفة إحنا تربينا على هالمبادئ إحنا قدوتنا أبو السجاد حسين كربلاء زينب قيامنا ذولة إحنا هويتنا ذولة وجودنا ذولة كيامنا ذولة هاي الهوية كنا بنحافظ عليها شبابنا تكون واضحة ديهم هاي الهوية مو هوية التفاها وهوية السفاها وهوية أبداً هوية اللي بيينها علي الأكبر للشباب أولسنا على الحق قالة نعم ولدي على الحق قالoudن ما أبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا المهم احنا على الحق ولمَ لا وجده مع الحق والحق معه كما قال رسول الله علي مع الحق احنا ذولة هويتنا المفترض نحافظ عليه طولت عليكم ووجدكم بس كلام اقوله من القلب من القلب حرجت قلبهم اسولف لخوفي على ناسنا واهلنا وشبابنا اللي اودهم كل الودوى وحبهم كل الحب وهاي فرصة احنا بحرم سيد الشهداء انا ادري القلوب هنا تكون مهيئة لهذا الكلام اعرف قلوبه بحرم الحسين تكون مهيئة لكل خير لان سيد الشهداء ابو الخير انذكر الخير كنتم اصله فرعه مبداه منتهاه امامنا الهادي عليه السلام يقول في زيارة الجامعة الكريم انتو اصل الخير اول الخير اخر الخير مبدأ الخير منتهى الخير كل الخير اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير النبي يقول له صلى الله عليه وآله احنا دولة هويتنا ابو الزهراء هويتنا فاطمة الزهراء يجي اعمى وينبي اعمى وينبي اعمى 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 قلت لها البس حجابي اعمى اعمى يا فاطمة يدري بس يريد يوصلها اعمى وينبي اعمى قلت لها يا رسول الله صح اعمى بس يشم الريح قلت لها بس حجابي هويتنا موسى بن جعفر الدمع ليه طعمها خاص والله اقرب كتب انا كنت طالع اليوم بعض حيات الامام موسى بن جعفر حتى شنو اقولكم على المنبر شفت امامي هذه ام السندي واختة اللي اذى امامنا موسى بن جعفر يقول للا ان قوما تعرضوا لهذا العبد الصالح هلكوا وخاضوا ولم يفلكوا اخت السندي ابن شاهد واما تأثرا بموسى بن جعفر شاف انهيبته وجماله ونوره وعمامته الدم دم محمد واللحم لحم محمد والعمامه محمد والعباية محمد عباية محمد والعلم علم محمد والصوت صوت محمد صلى الله عليه وآله محمد يمشي على الارض اسمه موسى بن جعفر سلام الله عليه شلون هارون خلى موسى بن جعفر يوم سجان واحد الأول في البغداد جال هارون قال لي يا أمير قال لي نعم قال لي ما أخفيك سر أنا خايف من موسى بن جعفر قال ليش خايف قال لي يا أمير يقوم الليل ويصوب النار قال لي قد شايف ناس تعبد الله بس واحد يسجد من صلاة الفجر صلاة الظهر ما شئ نقل السجان ثاني السجان الثاني هم متأثر موسى بن جعفر وسع عليه وصل خبر هارون قال لي أنا قلت لك ضيق له وسع لي قال لي والله يا أمير ما أخفيك سر موسى بن جعفر عبد صالح أخاف منه ما أردأ تورط بدمه ما أردأ تورط ضربه كذا صوت هارون قال لي أضربني ولا أتورط بدم موسى بن جعفر أخاف منه هذا العبد الصالح آخر شي قال لهم شوفوا لي فد واحد ناصبي من دول النواصبي لم يأثر بيهم موسى بن جعفر لو أجيب رسول الله محمد هم ما يأثر بيه أجي قال لولا ما إلك غير السندي بن شاهك لعنة الله على قال لولا هذا ما يتأثر بموسى بن جعفر أو صدق جابوا لسجن السندي بن شاهك إذا كان البناء ينطون الموسى بن جعفر نص قرصة خبز قام ينطي ربع إذا كان أكو مكان يدخل مننا الهواء سد على الإمام بحيث وصل إمامنا إلى مرحلة النهار من الليل بالطامورة ما يبين على موسى بن جعفر السجانين يقول لولا الآن نهار يا موسى بن جعفر والآن ليه يا موسى بن جعفر هتش وصلت الأمور قامورة تحت الأرض بحيث هذا ابن سويد يقول برد خلت عليها يدعو طالما دعوتك كذا 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 يشكر الله على السجن أنه يتفرق بيه للعبادة وإله يقول له خلت عليها مرة ثانية شفت الوضع متغير يقول شفت الإمامة وسمعت الإمام يدعو يا مخلص الجنين من بيني مشيبة الوراق خلصني من سجن هارون ليلة جمعة مع عبد الله انظر المعين يا مخلص اللبن من بيني برد ودى مخلصني من سجن هارون قلت له ابن رسول الله واي متأذي صاير بيه يقول شفت رجلا مورمى السلام على دساق المرضوض بحلق القيود يقول قل لي أنا البار حضاق بيه السجن جيت يم الباب شوية بلكت هوى نسمة عبر لي اختنقته من الطامورة هاي ليلة من النهار ما عرف بيه ظلمة فهذا الخبيث لما علم بيه فتح الباب ضربني ركلني برجلة طحت ثم سمعته شتم امي فاطمة ويبنى سويد الفرج قريب ان شاء الله دعوت الله والله استجاب دعاي اتلمتها سيدي قال لي قل لي الشيعة يوم الجمعة ظهرا على جزر الرصاجة ابن سويد ما عرف قصد الامام عليه السلام شو الصور الصور الامام يطلع يوم جمعة يقول اطلعت من سجن الامام لا تكاد تحملني قدماي من الفرح دقية ابواب الشيعة باب باب البشارة يا شيعة آل محمد امامكم يوم الجمعة يطلع من السجن ان شاء الله واريدكم الشاركون باستقباله لان موسى بن جعفر مو يمهله غريب ببغداد ما عنده واحد ولاده وعلوياته بالمدينة اهل بيته بالمدينة هنا غريب فاريدكم اطلعون حتى من يطلع ما يشعر بغربه ما احد يستقبله والدور قالهم احشاية توجع القلب انا من اقول اتاذه قالهم اريد نسوانكم هم اطلعوا والادكم نسوانكم لأن العلويات ما موجودات ببغداد فمن ريد امامنا يشعر بغربه وندعو الى بيوتنا ونكون بخدمته سلام الله عليه مولانا هذا السندق بن شاهق جاب رطب مسموم لامامنا موسى بن جعفر اكله باب الحوائج عليه السلام وسدع ليه باب السجن وهرب لعنة الله عليه وبقي امامنا يجود بنفسه وهي هم ظلامة انا ما ادري اللي انا شون اقدر ابتشيك واقعا ما ادري يعني احاول اقدر ان شاء الله اخذ دمعة منك الباب الحوائج حتى يوم القيامة اكون ربحان بيها ان شاء الله تعالى ايه والله وإلا هاي دنيانا كلها زبد كلها زبد ايه المهم يقول يوم الجبعة الصبحان اطلعت على جسر الرصافة يقول اتفاجأت الرجال والنساء على جسر الصماط الشيعة برجالهم ونسائهم وأطفالهم كلها واقفة على جسر الرصافة تنتظر موسى ابن جعفر اكو هنا هم قضية احرق قلوبكم بيها امامنا الباقر لما سموا رجع البيته بين علوياته بين ابنياته ويلاده واستشهد امامنا جعفر الصادق رجع البيته وببيته استشهد وهكذا بقية امتنا اكثرهم ببيوتهم امامنا علي الهادي ببيته امامنا الحسن العسكري ببيته امامنا الرضا رجع البيته سلام الله عليه من قلل ابو الصلت اذا كذا وكذا وسد البيبانه الى اخره ودخل عليها الجواد الا امامنا موسى ابن جعفر سلام الله موسى مظلومات رغب الله بل عزا وإباغا بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله ليلة الجمعة وحرم الحسين وشهادة باب الحوائج إذا من يستجاب الدعاء الآن طلبوا حوائجكم قلوب صافية اجعلنا من خدام إمام زماننا من المستشهدين تحت لوائه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وقضي حوائجنا يا الله طلبوا حوائجكم اشتركوا في القناة